اشتركوا في القناة ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بامالكم بعركم بعر فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجرهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اختان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نسق ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن قشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا حظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان غعفا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان لكم رحما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصريه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا واسأل الله من فوضه ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواديا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قومون على منساء بما فول الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعيوهن وهجروهن في المغاجع في المغاجع واغربوهم فان اطعنكم فلا تروا عليهم سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شطاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما كبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربة واللتامى والمساكين والجال ذي القربة والجال الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت عمالكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخد ويكتمون ما آتهم الله من فرده واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون اموالهم ذئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكون الشيطان له قدلا فساء قدلا وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثل على رغة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهد وجئنا بك على هؤلاء شهدا يومئذ يبدو الذين كفروا وعصروا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابلي سبيلي حتى تغتسدوا وإن كنتم مضغى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماءا فتجمموا فتجمموا صعبا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتون صلبا من الكتاب يشترون الغلالة وجردون أن تظلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا ليا بألسنتهم مطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أجوى الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقل سودها فنغدها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزك من يشاء ولا يغلمون فتيلا منظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصير من الملك فإذا لا يؤتر الناس نطيرا أم يحسون الناس على ما آتهم الله من فرده فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى في جهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصره النار كلما نغي الجدودهم بذلناهم جدودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأميلا ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوة وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يظلهم غلالا مبينا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم صبتهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوكم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ علموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شهر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسديما ولو أن ما كتبنا عليهم أم يقتلوا أنفسكم أم يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من الذين أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقما ومن يقل الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي واصفزيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفغل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أب انفروا جميعا وإن طيئا فإن أصابتكم مسئبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شمون فكيدا أينما كتنوا يدربكم الموت ولو كنتم في برد مشيدا وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله كما لهؤلاء القوم لا يدربكم تولى فما أرسلناك عليهم حسيرا ويقولون طاعة فإذا بردوا من ذك بيت طائفة منه غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعلم عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتجبرون القرآن ولو كان الجميع لله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أب الخوف أذاروا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا شقاكم في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحذر المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء نقيطا وإذا خذتم بتحية فحذروا بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أغلى الله ومن يغلد الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يسهلون إلى قوم بينكم وبينهم نساكم أو جاءوكم حصرت صدرهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا طومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويقووا إليكم السلمة ويقفوا أيديهم فقذوهم وقتلوهم حيث فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم شوطانا مبينا وما كان بمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يسخذقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم بينهم ميساق فجية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمودا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا غربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إذنكم السلام لست مؤمنا تبتغون عروا الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستب القاعدون من المؤمنين غير عبد الظرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجة منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فنكنتم قالوا كنا مستوعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا إلا المستوعفين من الرجال والنساء والبدان لا يستطيعون حيبة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يذهب الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يذرقه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا غربتم في الأرض فليس عليكم جناف أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عددا مبين وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة هم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جنح عليكم إن كان لكم أذن مطر أو كنتم مرى أن تغعوا أسلحتكم وقضوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتوا الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قمأنا منتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوكا ولا تهدوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وتردون من الله ما لا يردون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للحائلين خصينا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما يستغفرون من الناس ولا يستغفرون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرغى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل فرؤا أو يغني نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يغني به بريئا فقد احتمل بغتانا وإثما مبينا ولولا فغل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يغيوك وما يغيون إلا أنفسهم وما يغرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فغل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء أمرات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء ومن يشرف لله فقد غلغ لنا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إلها وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبدكن أبال الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولي من دون الله فقد خصر قصرانا مبينا يعدهم ويمنيهم ما يعدهم الشيطان إنه مرى أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله طيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء جزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يغلمون نقيرا ومن أحسن جنا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملنة إبراهيم حنفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في نتام النساء التي لا تقتونهن ما كتب لهن وتربون أن تنكحوهن والمستغعفين من الولدان وأن تقوموا باليتاما بالقسط وما تفعله من خير فإن الله كان به معدلما وإن امرأة قافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلجنح عليهم أن يصلحا بينهما صلحا واصلحوا خيرا وأحررت الأنفس الشفحة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعجلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتغرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا جغل الله كل من سعاته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصطينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تتفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكلا إن يشاء يظهركم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثباب الدنيا فعند الله ثباب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أبو الوالدين والأقربين إن يكون غليا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا هبا أن تعدلوا وإن تلموا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد غلغ ذالا بعيدا يا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ومن يكون الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتقذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جمعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتحا من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصد قالوا ألم نستهزر عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذذذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يغلد الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تهتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرق الأسفل من المل ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصدقوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما